أخطر ما يقع به المتابع للمشهد العراقي هو جهل حقيقة التركيبة السياسية والأمنية وعدم تحديد المفاهيم وتسمية الأمور بغير مسمياتها كأن يفصل مثلا بين السلطة التنفيذية أو التشريعية والميليشيات فيبنى على ذلك تصور خاطئ ألا وهو السعي الحكومة إلى تجريد الميليشيات من سلاحها وتتبع ذلك نقاشات وتكهنات من قبيل هل سيتمكن الكاظم من تحييد الميليشيات عن الساحة سياسيا وأمنيا؟ النظرة الفاحصة لحقيقة المنظومة الحاكمة في العراق تكشف أن هناك ارتباطا وثيقا بين حملة السلاح والعاملين في السياسة فلا توجد كتلة برلمانية نافذة إلا ولها ذراع عسكري يؤمن حمايتها ويخوف خصومها كتلة صادقون النيابية وذراعها ميليشيا العصائب كتلة بدر وذراعها ميليشيا بدر تحالف سائرون وارتباطه بميليشيا السراية أمثلة حية من قائمة تطول عن التماهي بين الميليشيات والكتل السياسية هذا الارتباط ليس مبنيا على أساس تخادم مصلحي يمكن بشكل من الأشكال تفكيكه بحسب المتفائلين بقدرة الحكومة على إقصاء الميليشيات وإنما هو ارتباط وجودي أي بعبارة أوضح الميليشيات والكتل البرلمانية وجهان العملة واحدة أو ذراعان لجسد واحد ذراع مسؤول عن تشغيل الأجهزة الحكومية وذراع آخر مهمته تثبيت أركان الكتل السياسية بقوة السلاح فمن يظن أن البرلمان يمكن أن يشرعن قرارا يقصي الميليشيات عن المشهد كالذي يظن أن الاختباط يمكن أن يقطع أذرعه فعندما اعتقل عناصر من ميليشيا حزب الله لعدة ساعات استنفرت الكتل السياسية مثل ائتلاف المالك والعامري والتيار الصدري رغم إعلانها أنها ليست بكاملها ضمن هيئة الحشد التحول من دولة الميليشيات إلى عراق مؤسساتي يحتاج إلى إعادة إنتاج الدولة فكرا وتطبيقا وهذا لن يتم إلا ببناء منظومة جديدة يفصل فيها بين العسكرة والسياسة في حين يتبنى الجميع مبدأ الوطنية والعدالة الاجتماعية